الانطلاق سباق محافظات الحدودية في النسخة الخامسة على أرض مدينة العلش يعني هاي كل هذه المظاهر واللي احنا بنشهده في المحافظة دي احد مظاهر التخلص من الارهاب يعني الارهاب استمر فترة اكتر من عشر سنين تقريبا يعني والحمد لله تخلصنا منه سريعا مقارنة بأي دولة من دول اللي موجودة في اقليم الشرق الاوسط وهناك خطة البناء هناك خطة استراتيجية لتنمية هذا المجتمع الاساس فيها المشروعات الحكومية القطاع العام باستثمارات تصل الى اكتر من 700 مليار جنيه مصري بيدعم هذا القطاع القطاع الخاص عشان سد الصغرات لكن الاساس في هذا الموضوع هو العمل المجتمعي فاحنا طبعا في الزيارة المعارضة استاذ الدكتور عشرف صباح المهاردة الموضوع مش شباب ورياضة فني او افتتاح ملعب او لا 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 خالص ده دعم للمجتمع دعم نفسي ودعم معناوي ويمكن احنا لو لاحظنا الاستاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشكيل الحكومة الاخيرة اللي هيكت من حوالي 14 عوي النائب لرئيس الوزراء مسؤول عن التنمية البشرية معلش دي سياسة الدولة واحنا اللي كمحافظة احنا العنصر المنفس لهذه السياسة فدي احد مظاهر تنفيذ السياسة دكتور عشرف جاي بنفسه مش على قد افتتاح المراكز والحاجات اللي هي اصابها الارهاب لا الدعم المعناوي ويمكن ركبنا عجل ومشينا في وسط الناس في الشارع ولايبنا كورة وحقي كان يوم جميل جدا بالاضافة الى الفكر اللي بالنسبة للشباب في هذا الموضوع ده صحيح وبنجملها انها احد المظاهر القوية للتخلص من الارهاب وتعافي هذا المجتمع داخل المحافظة والدخول في مراحل اخرى لو اتكلم انساتك على بعض مظاهر التنمية على ارض محافظة الشمال سيناء خاصة في مدينة العريش ومحتاجوا ابناء العريش الشباب الواعد اللي تنمية هذه المدينة الواعدة والله هناك كثيرا جدا من المشروعات في جميع القطاعات يعني وعلى التوازي الكل شغال على التوازي الصحة التعليم الثقافة حتى الزراعة بدأت تعود بقوة الاسكان هناك كثير من المشاريع الكبيرة يمكننا في بداية كلامي قلت لحضرتك ان احنا حجم الاستثمارات وصل لأكثر من 700 مليار مع التشغيل وكده احنا مش بنجد صغرات لا بنجد بعض الاحتاجات ترتيب اولويات مش عاوزين ناخد وقت في ان احنا نصدق بها فالخطاع الخاص ممكن يسد هذه الصغرات لكن بشكل عام معلش انا اتخرجت سنة 83 وكنت بعمل هنا من سنة 83 ما اقرب من حاجة واربعين سنة وشهدت كل الاحداث اللي تمت لم تكن هناك تنمية حقيقية في هذا القطاع ليس تنمية اقتصادية فقط ولكن حتى التنمية البشرية الا عاقب انتهاء الارهاب في عادة الرئيس السيسي ساتلواء خالد مجاور اشكرا جزيلا شكرا على هذا اللقاء ومزيد افد من التنمية على الارض محافظة الشمال السيانية شكرا جزيلا